من المنتظر أن تشرع شركات الطيران الناشطة في الجزائر في خفض أسعارها بدءاً من الفاتح من مارس الجاري بعد صدور قرار يقضي بتخفيض هامش ربح وكالات السفر إلى 0.5% بعدما كانت تتراوح بين 3 إلى 5% في حين كانت الشركة الفرنسية إغيل أزور السباقة في حدود الوجهات التي توفرها في انتظار أن يتم تعممها إجراء جديد جاء نتيجة سياسة جديدة لهوامش الربح تم توجيهها رسمياً لوكالة السياحة والأصفار في الجزائر كما أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن امتياز جديد على لسان نائب الرئيس التنفيذ للشؤون التجارية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي في تصريح نقالته صحيفة الشرق الأوسط خالد بن حماد البلوي وذلك بإضافة رحلات جديدة إلى الجزائر إذ من المرتقب تشغيل محطات دولية جديدة منها الجزائر بأربع رحلات أسبوعياً في اتجاه الواحد وثماني رحلات في الاتجاهين جد الجزائر وهو ما من شأنه فك الضغط على رحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو البقاع المقدسة خصوصاً خلال موسم الحج وضمن تمكين عدد أكبر من أداء الركن الخامس في الإسلام إذن ستتاح لمحبي السفر والاستطلاع فرصة الاستمتاع بالتنقل بأسعار تنفسية بل ومغرية عما قريب